بتأهل تاريخي من أغاندا على حساب نادي فايبرز بلوغ هذا الدور هو الأول من نوعه لهذا الفريق العريق الذي ورغم المشاكل التي رافقته هذا الموسم ورحيل المدرب عبدالقادر عمراني وتعويذه بالفرنسي دونيس لافان فإن هذا الأخير وجد الكتيبة المناسبة لإعادة السنافر إلى الساحة الإفريقية أعتقد أن الاستقرار التعلابين الذي كان عنده من الموسم الماضي تقريب الفريق حافظ على جل تعداد الموسم الماضي ساهم كثير في هذه القضية ولو كانت فيه مرحلة فارغ في البطولة الوطنية أعتقد بذهاب المدرب عبدالقادر عمراني ومجيء المدرب الجديد الأمر مشاته أحسن الإنجاز التاريخي الأول من نوعه المشترك بين الشباب التصورة وشباب قسنطينا قد يكون الدافع لتقفي أثار الأندية الجزائرية التي تعودت على البروز في دور المشموعات على غرار وفاق سطيف واتحاد الجزائر لكن بالمقابل ستصطدم بأندية إفريقية أخرى تملك الخبرة في مثل هذه المنافسات والتي لن تساهل مأمورية ممثلي الجزائر في هذا الدور إذن لها كابتن حفيظ دراجي هذا التقرير وضعنا في صورة طموحات ناديين ربما يطمحا لتمثيل الكرة الجزائرية